منذ زمن بعيد يعاني قضاء المحمودية من شحة في الخدمات رغم حالة الإعمار التي شهدها خلال السنوات الثلاث الماضية بتعبيد أغلب الشوارع الفرعية والرئيسة إلى أن بعض الأحياء لا زالت تعاني نقصا حدا في الخدمات وعلى أصعدة عدة منها فقدان الطاقة الكهربائية وعدم توفر مياه الإسالة والشوارع التي تنتظر تعبيدها منذ سنوات ومشاكل قطاعات التربية والصحة المهملان حي الموظفين منطقة الثالثة هذا تعبان من كل الخدمات لا كهرباء لا موى وهشب هنا تبريد هذا الله شاهد فانا بالشتاء حذيانا تملص تكرمون بطين يرحون حفاء يجى عشرين مرة وبالبالدية وبالرأي وكلهم يجوا وصلوا لهنا ووصلوا للأخير شي يقولون يقول هذا بعد مكانية الدولة هيها راح ينسوا وعد كلا كاذبة الجانب الخدمي الذي أكاد أن يكون معدوما في القضايا يعد الأفضل مقارنة بالأوضاع المعيشية لساكني أطراف المدينة وبلا خاصة القرى والنواحي ذات الطابع الزراعية ويعاني ساكنوها من مشاكل خدمية تؤرقهم فضلا عن مشاكل أخرى تقف عائقا أمام مهنهم كالزراعة والدواجن والمواشي كل أرداني ما بيقى خدمات لا كهرباء لا شارع لا تبليط مركز ماكو مستوصف ماكو مدرسة ماكو يعني معدومة خلاص معدومة هذا الحر الصيف القارص يعني العالم ما عندها لا عندها مولدة لا عندها شي اطفال يعني انت مرضة تموت عمر سنة وسنتين ماكهرباء الموشم من انتاجية الموشم اللي جاي انتجى الفلاح يجيبون يروحون يشتوردون مادة اللي موجودة مادة الفلاح نادل الاشياء يعني تخيط تروح تيجي كلا الشغلات مادة المستوردة لا جايب علي من تأثيرها تأثير على الواقع والاجتماع في المحمودية تغرق بعض الاحياء بأكوام من النفايات التي تحاصل بعض المنازل مسببة روائح كريهة وحالات مرضية رغم المطالبات الكثيرة التي رفعوها للجهات المعنية في القضاء والعاصمة وبمخاطبات رسمية الى ان اغلب المشاكل الخدمية لم تجد طريقها للحل الى الان منذ سنوات تعاني هذه الاحياء في قضاء المحمودية من واقع مأساوي مع غياب اغلب مشاريع البنى التحتية والاستثمارية والوعود التي تلقوها من قبل المسؤولين دون تنفيذها من داخل قضاء المحمودية صباح حكيم قناة الفرات